لبيع جفا أولا بسك في الخير يا بو غالا أنت وضيفك الغالي والله يبيض وجهك وجهك يطول عمرك على المبادرات الجميلة اللي ما قسرت معنا فيها مبادرة الأم ولا مبادرة الأب فالأب مهما تكلمنا عنه ما نوفي حق والله يطول أعمار أبوان الحيين والله يرحم الميتين وهذه سنة الحياة ولكن اللي يبوه حي مثل ما قاله الشواب اللي قبلي يتغانم بالفرصة يتغانم بالفرصة مع أبوه ويبر في أبوه ترى أبوك لا تعب أنا من الناس اللي أبوي الله يطول عمره يخليه لي إذا تعب ولا تضايق أعرف أنه تضايق لكن ما يجي ولا يشكوا لا يقول شي طبيعي فمبادرة منك الشخص أنك تروح تشوف أبوك تداري خاطرة وتشوف شيبا تشوف شو مضايق خاطرة من البر نعم فتغانم بالفرصة وبر في أبوك داما حي والله يطول أعمار أبواننا يا رب وأنا أقدم سهم لجمعية روم بمكة المكرمة لأبوي اللي هو أبو البوداح الله يرحمه يسكنها الجنة آمين ويالله يرحمه أموات المسلمين وأعيد وأكرر برف أبوك ما دامه حي ترى بكرة لمنه غادر الحياة بتندم على كل يوم مر فيه ما قبلت أبوك ولا ما سلمت عليه ولا ما توصلت معه فحنا الآن فيه التواصل ترى أغلب الناس اللي متوظفين برى المنطقة اللي فيه أبوه ولا فيها هلة تلقاه يقول للتواصل بينه وبين أبوه يعني يمر ذا يومين ثلاثة أيام ما يتواصل معه فالشيء هذا غلق أبوك لابد تواصل معه بشكل يومي والله يوفقنا وياكم وعيد وكرر الله يبيض وجهك يا أبو غلاء ولا يهينك والفقرة تنسبة من الفقرات اللي يرتاح فيها نفسيا صراح أكيد الله إيه والله أني يقول له صادق بذات لصار فيها نقاط جاء الله يبيض وجهك كثير خيرك ولا يهينك يا حبيب أشير فاستعد يا طب العمر يا أخواني تلالي منكم وفيكم والله وبدونكم ولا شيء الله يرضى عنكم وإخواني هذا السهم المبادرة من حبيبنا جبر عسى ربي يبيض وجهه يسعده عن والد أبداح الله يغفر له ويرحمه